طيب رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية في معضلة مثل ما أن مجلس النواب العراقي في معضلة يعني موضوع شوف سائرون أرسلت كتاب لرئاسة الجمهورية تحدثت نصت في الرسالة أنه نحل الكتلة الأكبر ولازم رئيس الجمهورية كلف المرشح طيب مجلس النواب يعني يطلب بخطاب رسمي أيضا من رئيس الجمهورية عبر رئيس مجلس النواب أن يرشح رئيس الجمهورية من هو الكتلة الأكبر أتحدث بصراحة ليس من صلاحية رئيس الجمهورية أن يرشح صلاحية الترشيح من مجلس النواب حسب منطقة المادة 76 أما صلاحية التكليف من رئاسة الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر فيكون التكليف من فقامة رئيس الجمهورية بعد وجود خطاب رسمي من مجلس النواب بأن الكتلة الأكبر هي فرضا تقول سائلون الفتح حاليا رأيي المتواضع والخاصة عندنا بداية تشكيل حكومة هذه السيد عادة الأبد المرشح التسوية ولاحظ هناك خلل كبير في المادة 76